اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كما الانتفاخ الأعراض الرئيسية هي الانتفاخ الغازات الإمساك والإسهال هذا كامل هما يعدوا أعراض القلون العصبي هذه مشكلة كبيرة ولا يوجد علاج للقلون العصبي ولكن هناك علاجات للأعراض المصاحبة كما العراض الرئيسي هو الانتفاخ الكثير من التعني من الانتفاخ أو الرجال لهذا اليوم نقدم لكم وصفة طبيعية مئة بالمئة لعلاج القلون العصبي أو القاضاء على القلون العصبي أو الانتفاخ البطن والتخلص من الكرش والسمنة المزعجة للكثير من الناس ولكن قبل ما نبدأ ومتمنى أن كل شخص قرار يجري للقناة أن يشتركها فيها ويضغط على جرس التنبيهات لكي يصلكم مني كل جديد لحظاتها تنزيل الفيديو الجديد نبدأ مع المكونات على الوصفة تعنا نبدأ مع أول مكونا وهو الزنجابيل هنستعمل في هذا الوصفة الزنجابيل للأخضر مش الزنجابيل للبودرة هنستعمل زنجابيل شرائح الزنجابيل الزنجابيل بفوئد كثيرة ولا تحصى ولا تعد في القضاء على الكرش والقلون العصابي يعتبر الزنجابيل منذ القادم من أشهر الأنواع البهارات أو الزيزيبيس ذات قيمة غذائية وعلاجية ورقائية باحتوائها على نسبة عالية من الفيطامينات لأن الزنجابيل يحتوي على الكثير من الفيطامينات والمعادن ومعناصر الأساسية الضررية لصحة الجسم ولمعاح محاربة الالتهابات كذلك وعلى انتباع عالية من الزيوت الطيارة والمضادات الأكسادة التي تتمنع من النمو والانتشار الجذو الحرة في الجسم كما يستخدم الزنجابيل في العديد من خلاطات الطبيعية عفوا نود للفوئد الزنجابيل في إزالة القرن العصابي والكرش الزنجابيل يحسن ويحفز من عملية الهضم ويلين حركة المعدة والأمعاء لذلك ينصح باستعماله لهذا الغرض كذلك يقللنا من الشهية وما يخللنا ينحينا لابيت كامل على هذا نستعملنا في هذا الوصف لأنه مفيد جدا لنقلع الشهية هنا راح تعطينا فايدة كبيرة نغل نقصه من الأكل ونغل نقص من الأكل راح نتصل على الناحف هذا وهذا هو الهدف من هذا الوصف التعنا وكذلك يمنع توطر لسبب الناس سمنة لأنه يعادل الخلل في الهرمونات كذلك ينظم مستوى السقر والدهون الثلاثية والكوليسترول في الدم نعود إلى المكون الثاني وهو المكون كذلك مهم جدا في هذه المشكلة لننهضر عليها وهو الكركم الكركم سستعملوه في هذا الوصف نستعملو كركم المطحون أو كركم بودرة رح نشره كركم يكون أصلي ذات نوعية جيدة باش يفيد نمليح الكركم قدرة عالية في تفتيت الدهون المخزنة في البطن مسبب للكرش لأنه يحتوي على صعورة حرارية قليلة جدا كذلك يساعدنا على تخلص من القول العصابي أو ما يسمى الانتفاخ البطن أو الإمساك كذلك وكذلك يصف الكلاويت توعنا أو البصفير كذلك يقضي عليها الكركم كثير من الناس اللي صابوا بالبصفير يستعملون الكركم لأنه عندها فوئد جمع نخرج نرجع الموضوع التعنا الكركم يعمل كمضاد لأكسادة يقوم بطرد السموم البكتيريا المؤذية من الجسم وتنقية منها كذلك يخفن من عادل إتهاب الأمراض التي تعق عملية التمثيل الغذائي مثل السقاري كذلك يساعدنا في منع النمو تكون الأنسجة الدهنية الجديدة في الجسم ويزيد من معدل حرق الدهن الآن نعود إلى طريقة تحضير هذا المشروب للقضاء على القلوم العصبي والانتفاخ البطن سنحضر كأس من الماء يكون ساخن لدرجة الغلايان حتى يكون يغلي مليح نضيف عليه الملعقة صغيرة على الكركم التعنا كما لكم تشوفون نضيف عليه ملعقة صغيرة الكركم نخلط مليح مليح بهذا الشكل نشوف كيف شوئ المشروب باللون الكركم بعد ما خلطنا الخلط مليح نضيف عليه قشور الكركم قشرته لكي نشربه به بالجلوف به بالكركم وقشرت الكركم بعد نضيف بالكركم كيف نشرب هذا المشروب كما نرى سوف نضيف مليح بعد ما نضيف نضيف كل بالكركم بالكركم لا تصف نضيف ملعقة من العسل من العسل يمكن شربه بلا عسل لا يمكن ملعقة من العسل لكي نحل هذا المشروب وكي يمكن شربه هذا الكأس سوف تستعمل كأس كبير بلا ملعقة من العسل وكي يمكن شربه نصف في الصباح ونصف قبل النوم هذه هي طريقة استعمال البصوة سوف تشربه ببوشور لتصف من العسل من العسل من العسل ونصف من العسل من العسل من العسل ونصف من العسل ونحن ونعلم ببوشور من العسل ملعقة هذه الوصفة مفيدة كما تعرفون هذا المكونات سوف أتكلم عنهم فوائد لتعرفوا قيمتهم لكن تعرفوا قيمة هذه المكونين مفيدين جدا في هذا المجال القنع العصابي والانتفاخ والكرش والسمنة فك جميع هذه المشاكل نتمنى شفاء العاجل اللي كل من يعاني من أي مرض أو أي مشكلة في حياته وما تستوىش تخلونا اللايك للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته